مجموعة الخمسة مجموعة الخمسة اللي همنا فيها طبعا المنتخب التونسي ولكن هي مجموعة النادي الاهلي مجموعة فيها تونس وفيها مالي وفيها جنوب أفريقيا مجموعة النادي الاهلي أليو ديانج وبرسي تاو علي معلوم بالضبط بص بقى أليو ديانج في مالي وعندك بيرس تاو في جنوب أفريقيا والجزيري وعلي معلوم في تونس يعني تبتكلم يعني تبتكلم مشاكل كتيرة جدا جدا حتى مع اعلان القائمة يا كريم وهتكلم معك في القصة دي والمنتخب التونسي في اخر مبارات بتاعته ما بيقدمش النتائج الكويسة يكفي ان انا اقولك ان في اخر خمس مبارات لمنتخب تونس احرص خمس اهدف منهم اربع اهدف في ساوتومي ده فريق مش مصنف اصلا وبقى المبارات لمنتخب تونس قابل مشاكل كتيرة جدا المشاكل اللي موجودة دلوقتي في المنتخب التونسي برغم ان المنتخب التونسي هو اعلى منتخب تقريبا عربي ليه تصنيف ولكن انت ما بتيجي تتكلم ان في الغيابات الموجودة بعد القائمة حنى بعل طبعا عارفينه نجمة منشستر يونيتد الراجل قال انا يعني مش هفضل موجود هفضل موجود في اوروبا عشان بيناقش عروض جايله فهو مش عاوز زفق التركيزه فمجاش منتخب بتاع تونس حاجة تانية برضو الياس سعد ده لعيب بيلعب في ساو باولو ده بيلعب في ألمانيا بيحاول يطلعوا الدرجة الاولى في البونزليجة فقال لهم برضو انا عاوز اركز وعاوز ابقى موجود ولكن المشكلة بقى اللي اصيرت الفترة اللي فات كلها كريم كانت بتاعة مرتضى بنوا الناس مرتضى بنوا الناس ده بيلعب في قاسم باشا جيه طلع من المعسكر وقام قال لهم يا جماعة انا مش هينفع اخش المعسكر بتاع الكندة عشان خطر انا بنتي عيانة وبعد كده طلع من المعسكر بعدها بيومين فوجئوا بان الراجل لعب مباراة مع قاسم باشا الصحافة في تونس اتقلبت والناس بدأت تهاجمه والناس كانت بتطالب ان الراجل ده الراجل ده خاين لمنتخب تونس ويرجع عدم استدعاءه مرة اخرى لمنتخب تونس حاجة تانية مهمة جدا انا كريم برضو عاوزين نتكلم عليها ان منتخب تونس عنده مشكلة في التهديف طبعا بعد وهابي الخرزي نجمل تونس الشهير البولد الراجل ده اللي جاب الهدف في مباراة فرنسا في كاس العالم اللي فاتت في قطر الراجل ده برضو اعتذر فمنتخب تونس عنده مشكلة كبيرة ولكن قبل ما اكلمك عن يوسف المساكني النجم الابرز واللي كلنا بنحبه نتفرج عليه المنتخب التونسي داخل البطولة وهو تقريبا ده اخر بطولة واخر مشاركة للعيبة كتيرة جدا جدا في اخر ايامها بتتكلم على علي معلول بتتكلم على بتتكلم على علي معلول بتتكلم على سفش زير بتتكلم على لعيبة كتيرة جدا خلاص يعتبر 32-33 سنة خلاص اللعيبة دي مش هتبدأ ممكن تكون موجودة كمان سنتين مش شرط اه بس خد برك من حاجة نقطة ليه بقولك علي معلول لان علي معلول مش بيشارك بشكل اساسي دايما مع المنتخب التونسي ودايما بيوجه الانتقادات كتيرة ان هو اداءه مع النادي الاهلي مش زي اداءه مع المنتخب التونسي برغم كريم ارسن فينجر في كاس العالم في مباراة فرنسا وتونس كان بيتكلم في احدى الاستيديوات التحليلية بيتكلم بيقول اللعيب اللي هو رقم 12 على علي معلول او مش فكر كان راحت عشرين ولا اتناشر بيقول اللعيب ده بيلعب بروجريسيف باس او بيلعب باسات طولية محدش بيلعبها غير في اوروبا يعني شكله مش لعيب افريقي فعلي معلول عنده ميزة كبيرة جدا ولكن طريقة اللعب بتاعت منتخب التونسي مختلفة عن طريقة اللعب مع النادي الاهلي عاوز بقى اتكلمك على يوسف المساكني يعني مع شوق الجماهير التونسية واحنا كمان كلنا بنحبه طبعا يوسف المساكني بقى عنده 98 مبارات دهولية على بعد مباراتين فقط انه هو يخش النادي المائة وعاوز اقولك على رقم عظيم جدا ليه المشاركة التمنة ليوسف المساكني في كاس امه افريقيا وبالمناسبة يعني هو كده بدأ يدرب ارقام كتيرة من لعيبة كتيرة جدا مصريين الراجل جايب يا كريم 22 هدف خمسة في تاريخه كله مع منتخب التونسي 22 هدف خمسة في تاريخه كاس العالم وثمانية في امه افريقيا وثبعة في كاس امه افريقيا نفسها وثنين في مبارات ودية وصانع 20 هدف ثلاثة في كاس العالم وخمسة في امه افريقيا واربعة في كاس افريقيا وتمانية مبارات ودية انت بتتكلم الراجل المساهم تقريبا بنص هدف في كل مباراة بيلعب فيها مع المنتخب التونسي فالظروف مش سهلة عند المنتخب التونسي برغم المنتخب التونسي تصنيفه عالي ولكن هو نهاية جيل من المنتخب تونس مع الدعم المفروض يكون موجود من الجامعية التونسية ولكن في حالة قلق كبيرة جدا ونتمنى كل التوفيق لنصور قرطاج لأنهم يعني بصراحة مين يصاب من المجموعة دي؟ أنا شايف أن تونس ومالي تونس ومالي دول العرب تونس ومالي أنا بقول جروم فيك تطلع ثالث يعني واحد من أحسن توالد أنا بقول كده يعني